السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محببكم في قناة وصفات فدواويسة اليوم سنحضر غاتا بالطريقة التقليدية الجزائرية سنستعمل هنا كاس تحليب كاس معمر تحليب سنستعمل هذا الشرب هذا القهوة سنزيد ملح خلط تحليب البيض نضيف ملح فلفل أسود نضيف زوج بيض نضيف صينية متوسطة البطاطا نخلط هذه المواد سائلة مع بعض هذه الوصفة جزائرية تقليدية ممكن تحضرها تقليدية جزائرية قديمة لا تدين لك الوقت المكونة استحارة في كل بيت في نهاية الأسبوع و لم يكن لديك الكثير من الخضرات يجب عليك البطاطا أكتبها نضيف البطاطا نضيف البطاطا قمت بطاطا قد قمت بطاطا وقمت بطاطا قمت بطاطا نص طيب هنا لم يفورها قمت بطاطا تحضر كلمة سوف نصطيب يجب عليها نشد حتى محافظة اضيف البطاطا نجد لبطاطا اضيف البطاطا كلا سوف نجد بطاطا بطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا متى شامطة اذا هنا راح نضيف شوية الزبدة درواك شوية الزبدة درها كرقيطة من بعد هي راح الذوب ندخلوها للفرن بشجينا البطاطا بنينة اذا نهنا بعد ما درت الزبدة راح ندير هاداك الخالطة على الحليب والبيض والملح وفلفل اسود نحاول انفرغها كامل للغطاء بعد البطاطا تتشرب هادا الخالط هادا السوائل بتجيكم بنينة لازم كديروا الخالط يعني البطاطا قاعد تتغطي لكم هكا باش جيكم بنينة باش قاعد البطاطا تتشرب الخالط هادا هو اللي يخليها من بعد في الفرن تتحمر يعني ما تجيش سامطة هنا القغاتا تعزمان كانوا ديروا جبن مكعبات يعني هكا تلك بخصيون يحطوا هكا قاعدة على الفق ولي يديروا جبن مبشور أنا رح ندير اليوم هذي فكرة من عندي رح ندير هادا الفرماج هادا التاع الهومبورجر جبن صوندويش هادا لأنه يذوب ويعني يعطي ذوق شباب في الغاطا ما عديش ندير بزا رح ندير غير زوج كيما شفته يعني لكان متوفر ديرو إلا ما كانش متوفر يعني مشي شرطة ديرو هو الثمن سعرها معقول هنه رح نزيت شويتا فرماج غابي جبن مبشور من الفوق غير كمية قليلة مشي بزح كمية قليلة تاع الفرماج من الفوق نربيها على السطح لأنه القراتن جينيغال موقع يبغل فرماج حاولوا تختاروا فرماج يكون يعني نوعية تاعو جيدة حتى ويكون غالي ديري غير كمية قليلة يعني خرم اللي تديري من هاداك الرخيص وكمية كبيرة ما يعني ما يذوب شو ما يجيش بنينه وشبخي فرماج ديري غير مورصوص غير ويكون يذوب وفيه البنة يعني احسن برأيي ان الفرماج رخيصي تبالغ جيبا لكن كانت تشريه بأي ما في حتى بنته اضع الفرماج على كامل حمامي لما نجمت بشكل فرماج غالي استخدامه الغالي بشكل فرماج غالي اضع الفرماج يضوب اضطل الانسان بلغت الانسان يتفضل الماء ينطل الانسان لا يزع الانسان ننصح اضطل الانسان بورجر و اضطل جبن جبن الانسان قطع جميع نزع الانسان نضيف في الفرن حتى تتحمل نشعل النار من الجهتين نشعلها النار من الفوق لكي تتحمر لدينا هذا اللون الاخير متتبعاتي هذا هو الشكل تعليراتها على الطريقة التقليدية الجزائرية غاتة سهلة بسيطة مكوينتها موجودة في كل بيت وجبنينا في نهاية الأسبوع يخلص لكم الخضراء لا تسلكك غير هذا الغاتة لأنه أكيد البطاطا غير هي اللي لا تخلص في الدر ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة عن نهار اليوم ان شاء الله تجربوها اتمنى كذلك تدعموني بليجام وكذلك بليباختاج اتمنى ثاني تشتركوا في القناة واتفعلي الجرس باش دايما يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي كما راكم تشوفوا فيها يعني شكلها ايشهي وأكيد طعمتها يعني كذلك هايل ما شاء الله يعني دايما الحاجة التقليدية يعني متخافوش منها جربوها حاجة تعزمان كي نقدم لكم وصفة ونقول لكم هذي طريقة التقليدية الجزائرية غير جربوها يعني مكشكي ما ماكلتها بلادنا انتمنى ان شاء الله كنت اخفي فعليكم في هذا الفيديو تحلو في الوحكام الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلام وكرا اشتركوا في القناة